حزمة جديدة من القرارات الرئاسية ميدانها الأهم المؤسسة العسكرية الوطنية تغييرات استهدفت تسعة مواقع مفصلية في خارطة التأثير الأهم على سير العملية العسكرية الميدانية في البلاد فبعد ساعات من إعلان الجيش استئناف العملية العسكرية إثر انتها هدنة لم يحثرمها الإنقلابيون جاءت هذه القرارات محدثة موجة من ردود الأفعال اتسقت جميعها مع توقعات بإمكانية أن يترسخ الحل العسكري خلال المرحلة المقبلة كخيار أوحد للحكومة والتحالف بعد الإخفاقات الهائلة في المسار السياسي هذا المسار الذي يعتبر المراقبون أنه استنفذ مبرراته إثر المبادرات التي جردت الأزمة من أطرافها ومرجعياتها وأعادت تصميم مشهد الحرب في اليمن على أنه مواجهة بين التحالف والإنقلابيين طالت هذه القرارات موقع قيادة العملية العسكرية والمنطقتين الأولى والرابعة وهذه الأخيرة ينظر المراقبون إلى التغيير الذي طال قيادتها مؤشرا على وجود نية بتحول معركة تعز إلى عملية تحرير كاملة بعد أكثر من عام ونصف من الجمود الذي أظهرته المنطقة الرابعة تجاه واحد من أهم محاورها العسكرية أخفق الإنقلابيون في استثمار هدنة الثمانية واربعين ساعة الماضية لتحقيق اختراق في تعز وصرواح وميدي إلى حد بدت معه الهدنة المنقضية مجرد غطاء لتمرير أجندة الحرب التي يتمسك بها الإنقلابيون حتى اللحظة وكانت النتيجة أن رتد إليهم هذا المخطط هزائم متلاحقة في تلك الجبهات مع كل موقف دولي يحث على المضي في خط الحل السياسي منعدم الأفق كالبيان الأخير الصادر عن الاتحاد الأوروبي ينبعث الأمل لدى الإنقلابيين بأنهما يزال لديهم فرصة لاستثمار الميعة السياسية لدى القوى الدولية الفاعلة ولو من أجل إحياء الخطاباء بعد أن يستنفد هؤلاء الإنقلابيون كل إمكانياتهم في الحرب لا يزال مشهد الأزمة والحرب في اليمن فضاء لتجاذب الإرادات بين الفاعلين الدوليين والإقليميين لكن يبدو أن التغييرات الرئاسية في المؤسسة العسكرية والتفاعل الإيجابي من جانب التحالف العربي مع التغييرات الميدانية التي تحولت الانتصارات كبيرة ضد الإنقلابيين هما من سيحسم هذا الفصل الطويل من العنف متعدد الأبعاد في اليمن ترجمة نانسي قنقر